طبعا مشاهدين الكرام ننتقل إياكم إلى خبر آخر وإنجاز آخر علمي قطري جديد أصبح معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة أول مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط تعمل على تطوير أجهزة هوائيات مقومة توظف تقنية النان لمعرفة تفاصيل أكثر مشاهدين الكرام حول أهم ما حققه المعهد من إنجازات خلال العام وتصليط الضوء على هذا الإنجاز نرى معكم هذا التقرير ولا نعود مع ضيفنا الكرام في إطار مهمته البحثية الرامية للمساعدة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر في مجالات الطاقة والبيئة وأمن المياه قام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بتطوير أجهزة هوائيات مقومة توظف تقنية النانو ويمكن أن تكون هذه الأجهزة في برنامج التكنولوجيا الثورية أتبع للمعهد كفيلة بتغيير قواعد اللعبة في مجالات أجهزة الاستشعار والاستكشاف وتحويل الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية المتناهية الصغر معهد قطر لبحوث البيئة يعمل باستمرار على دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق الأهداف في الركيزة البيئية لرؤية قطر عشرين ثلاثين عبر منشآت عالمية المستوى تتضمن مختبرات رئيسة ومختبرات أخرى لتقنيات المايكرو والنانو مشاهدين الكرام رجعنا لكم من بعد هذا التقرير ونستمر معاكم في فقراتنا ذي هذا المساء فطبعا مشاهدين الكرام يمكن أن يكون هذا الإنجاز الذي حققه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة كفيل بتغيير قواعد اللعبة في مجالات أجهزة الاستشعار والاستكشاف وتحويل الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية المتناهية الصغر مشاهدين الكرام الحديث أكثر وتفاصيل أوسع عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في استيديو في هذه الفقرة الدكتور هشام حمودي وهو مدير برنامج البحوث في برنامج التقنيات الثورية متناهية الصغر بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تابع لجامعة حمد بن خليفة دكتور مساء الخير وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم في حلقة برنامج حياة مساء الخير وسعيد جدا بوجودي معكم في البرنامج اليوم مرحبا بداية دكتور لنتكلم عن أهمية أن يكون معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أول مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط تعمل على تطوير أجهزة هوائيات مقومة توظف تقنية النانو نعم في الحقيقة سنة 2018 قام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإنشاء برنامج جديد متخصص في تكنولوجيات متناهية الصغر الثورية أين قمنا بتستير مهمة أساسية لهذا البرنامج ألا وهي الإستعانة بالتكنولوجيات المتناهية الصغر وهي النانو تكنولوجي من أجل بناء تكنولوجيات متطورة جدا في ميدان تحويل الطاقة الشمسية والإلكترونيك وحتى تطوير معالجات كمية وحتى كذلك أجهزة استشعار وجيل جديد من الخلايا الشمسية القائمة على الريكتنا أو الهوائيات المقومة ممكن تسأله وحتى المشاهد الكريم يسأل كيف لمعهد قطر ببرنامجه هذا البسيط أن ينافس شركات كوبرا لأننا داخلين في الإلكترونيك الآن مثل سامسونج، مثل أبرل، مثل آي بيام قمنا بالاستعانة باستراتيجيات بحثية جد متطورة من أجل تستير خارط الطريق لهذا البرنامج أولا قمنا بما يسمى الذكاء التنافسي قمنا بتحليل الكثير من براءات الاختراع لهذه الشركات الكوبرا وقمنا بما يسمى بدراسة نقاط قوة ونقاط ضعف هذه التكنولوجيات وستخلصنا ما يسمى بالميز التنافسية والحمد لله بسبب هذه الميز التنافسية في ظرف سنتين كان البرنامج أنه أكثر من خمس براءات اختراع وحوالي خمسة عشر مقال علمي في هذا الميدان مع العلم أنه المتربع على عرش هذه التكنولوجيات هي سامسونج عندها حوالي 12 براءات اختراع بإذن الله وإستطرنا الخارط الطريق وإستطرناها البرنامج هذا في سنة 2024 قطر ستكون في ريادة عالميا وليس في المنطقة فقط إن شاء الله دكتور أساسا نوضحها لساعدة المشاهدين وتكون الأمور أوضح بشكل كبير لأن بعض المصطلحات أو بعض المفاهيم ممكن أن تكون نحاول نبسطها إن شاء الله صحيح لو تشرح لنا معنى تطوير أجهزة مقومة توظف تقنية النانو نشرحها المشاهد العزيز إن شاء الله هي حاجة بسيطة خلاص يعني عندها تاريخ هذه الأجهزة هذه بدأت يعني الثورة الحقيقية لهذه الأجهزة بدأت في القرن الماضي مع عالمين اسموهم واحد تيسلا والآخر هو هيرتس وتيسلا معروف يعني كان السيارات تيسلا شركة تيسلا هذا عالم اسموه نيكولا تيسلا وهيرتس قاموا بما يسمى أول مرة بنقل الطاقة الكهربائية لاسلكية من نقطة إلى أخرى حيث استعملوا وشيعة ومع الوشيعة هذه حوالي ثلث أمطار من الوشيعة هذه كرة من نحاس واستطاعوا نقل الطيار الكهربائي من الوشيعة إلى النحاس باستعمال ما يسمى WPT أو الويروس Power Transmission وشوفوا التجربة هذه والاختراع هذا ما شفش الضوء إلا بعد حوالي ثلث سنوات أو أربع سنوات هو الشاحن لاسلكي لتليفون تليفونات الذكية نعم هذا هو يعني بعد قرن شفنا الآن هذا بحيث أن شون بعض الأجهزة التي تنقل الطاقة من المولد الطاقة الأساسي إلى الأجهزة أو الأشياء التي محتاجها تنشحن بالكهرباء نعم بسح لاسلكية أنا جاي هذه بداية القرن تشوفوا الفائدة العلم في سنة 1963 قامت شركة اسمها ريثون والآن نتكلم على طائرات من غير طيار قاموا بشحن طائرات شحن بطاريات طائرات من غير طيار يعني لاسلكيا باستعمال ما يسمى بمواج الكهروميغناطيسية مايكروويف وكانت المردود حوالي 40% والآن أصبح المردود 90% وبعدها في سنة 1973 قام الدكتور بيلي ببراءة اختراع وبراءة اختراع هذه يعني اقترح فيها أنه ممكن نحول أشعة الشمس فيها عبارة مواج الكهروميغناطيسية إلى كهرباء باستعمال تقنية الريكتنا هذه من 1973 وننتظر حتى 1915 حيث قام زميلي في جورجيا تاك اسمه بروفيسور كولا بالبرهان على هذه التقنية أي أنه قام بتحويل في أي سنة دكتور تفضل الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية إلى كهرباء في أي سنة دكتور 2015 في 2015 يعني البراءة الاختراعها كانت النظرية في 1973-1972 وتم البرهان عليها في 2015 2015 والآن بدنا نشوف بعض الشركات الناشئة في سيليكون فالي يحاولوا ينتجوا هذه التكنولوجيا ويحقنوها في السوق طبعا دكتور يعني أنت ذكرت له عن عدد السلامات وأيضا ذكرت له عن اللي هو براءة الاختراع اللي حصلت عليها فيعني مثل ما نقول له خلال فترة وجيزة أو قصيرة تم الوصول إلى مثل اللي تقدمت تقدمت له خلال هذا الفترة إذا نتكلم أكثر عن هذا الجانب جانب التطور السريع سرفت الموضوع اللي هو الجهود المقامة على تطوير هذا العمل والله يعني تطوير السريع هذا لازم نتبع خطوات استراتيجية حتى يكون تطوير سريع وهذه ما اسموها المسرعات ولهذا قلت لكم لما آخر مرة يعني قام العالم كولا بالبرهان على على هذه التقنية أخذنا المقالات المقالات العلمية وبراءة اختراع وحاولنا ندرس نقاط ضعف ونقاط قوة هذه البراءات هذا الشغل وبعدها يعني استخلصنا فرص أين فيه إمكانية أن نزيد من الكفاءة ونقص من نقص من نزيد من الكفاءة ونقص من ما يسمى بالتكلفة تعل تعل شغل تعل وننجحنا الحمد لله يعني وقدمنا براءة اختراع في هذا الميدان وحتى في ظرف قياسي في ظرف أقل من عام قدمنا براءة اختراع قبل البراءة الأخرى عبانداش أسبوعين وعندنا مقال علمي كذلك الذي قدمناه لجمعية الجمعية الأمريكية للكيميا ومقال هذا الحمد لله خرج في الصفحة الأولى هذه الجريدة الحمد لله دكتور بالنسبة للمقالات بالنسبة لبراءات الاختراع بالنسبة لهذه التطورات التي حصلة في محط قطر لبحوث البيئة والطاقة دعنا نتكلم عن طاقم العمل الذي يعمل وراء كل هذه الإنجازات التي تسجل باسم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والله يعني لازم يعني كل عمل يعني لازم الإنسان مناسب في المكان الموجب هذه يعني حاجة مهمة جدا يعني وبعدها يعني بش نص البراءات اختراع وأعمال يعني علمية تفيد البلد لازم يعني نكون عملنا دراسة مثل ما قلنا الآن لازم تكون خطط حتى نوصل يعني الهدف يعني أن كل الأعمال اللي نقوم بها لازم تكون فيها تكون لها فائدة للمجتمع وتكون لها قيمة في السوق يعني لنحط هذه الأعمال نخرجها من المختبر يعني ما يكونش وقت والمال الضائع يعني لازم لما نحطها في السوق يعني لازم تكون مكان طبعا دكتور هشام يمكن هذا جزء بزيط من الأعمال اللي تقومون عليها وأيضا الأبحاث اللي تحاولون على قد مستدرون نتطورون منها فإذا نصل تضع أكثر على الأبحاث اللي يجريها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة خلال هذه الفترة أيضا والله احنا مثلا مثلا برنامجنا نتاعنا مش يعني مختصر على هذه التقنية ما تسميوها من تقنية ريكتنا حتى نحاول حتى نطور أجهزة مثلا فيما يخص الحواسيب نحاول نطور مثلا حواسيب يعني معالجات تكون متطورة كثير على ما هو في السوق الآن يعني كان فيه الآن وصلنا ما يسمى إلى حدود المادة فيما يخص الفيزياء وصلنا لحدود بتاع المادة يعني ما قدروش نطوره أكثر التكنولوجيا الموجودة الآن ولهذا يجب ندقاه يعني بدائل لهذه المواد من أجل يعني نوصله إلى معالجات والبروستر يعني أسرع من ما هو في السوق الآن يعني كان معالجات مسموها معالجات العضوية وكان معالجات ثانية نحاول نطورها معالجات الكمية وهذه معالجات الكمية نحاول نطور معالجات تستخدم الفيزياء الكمية وفي معهد قطر يعني الحمد لله كان عدة عدة مراكز منها مركز لتحليط المياه وعندنا مركز جديد من المركز جديدة هي مركز يدرس التآكل تعرفوا مشكلة التآكل لهنا في قطر يعني مشكلة كبيرة وعندنا مركز آخر متخصص بالطاقة وإحنا يعني هذا برنامج تكنولوجيا ثورية تابع لمركز الطاقة وكان مركز آخر للبيئة يعني لدرس عامة البيئة وال جودة الهواء هذا فرث مركز التي تآكل الطاقة والبيئة ختام من دكتور هشام جهود كبيرة وإنجازات كثيرة أمانة لمعهد قطر البحوث البيئة والطاقة ما الكلمة التي توجيهها اليوم لكل المهتمين في مجالات العلوم والبيئة والطاقة وأيضا موضوع التآكل التي تفضلت وأشرت إليه والله العلم صعب المنال يعني واحد بشي دخل للعلم يعني لازم شغل كبير ومش أنه سهل أنه تصل إلى خاصة الآن تنافس كبير بزاف يعني لازم نبدل الجوه الكبير لازم نركز على الأشياء التي تكون عندها أثر في السوق وحتى في المجتمع يعني هذا يعني حاجة مهمة كثير وكما قال أجدادنا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردت كلاهما فعليك بالعلم طبعا يعني مصايح جدا جميلة دكتور هشام وأيضا نتمنى لكم كل التوفيق في معهد قطر لبحث البيئة والطاقة على مثل هذه المشاريع وأيضا على كل هذه الجهود التي تقدمونها من أجل خدمة هذا الوطن طبعا دكتور هشام حمودي مدير برنامج البحوث في برنامج التقنيات الثورية متناهية الصغر بمعهد قطر لبحث البيئة والطاقة شكرين تواجزك معنا اليوم في برنامج حياته حياتنا نتمنى لكم كل التوفيق شكرا شكرا لك دكتور إذن فيصل نأخذك ونأخذ السعادة المشاهدين